بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلبة مرحبا بكم في سلسلة دروس مادة علوم الأرض والفضاء واحد اثنين معنا في لغة الإشارة لهذا اليوم صالح العجل في البداية أعزائي الطلبة دعونا نستذكر ما تم دراسته في الدرس السابق بسم الله وعلى بركة الله في الدرس السابق عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة المناظير الأرضية والفضائية تطرخنا إلى الأهداف وذكرنا بأن يعدد أو تعددي مهام التليسكوبات أن يذكر أو تذكري أنواع التليسكوبات أن يقارن أو تقارن بين أنواع التليسكوبات البصرية وأن يذكر أو تذكري عيوب المنظار الكاسر بعد ذلك تطرقنا إلى مراجعة المفردات البعد البؤري حيث ذكرنا بأنه يمثل المسافة ما بين قطب المرأة وبؤرتها الأصلية ويعبر عنها على النحو الآتي من خلال العلاقة الـ F تساوي R على 2 حيث ذكرنا بأن البؤرة هي النقطة التي تتجمع فيها انعكاسات الأشعة المتوازية الصاقطة موازية للمحور الرئيس بعد انعكاسها عن المرأة بعد ذلك المفردات الجديدة تطرقنا في درسنا السابق لقوة التفريق وفي درسنا لهذا اليوم سوف نتعرف على الزيغ اللوني والزيغ الكروي والزيغ الهالي في الفكرة الرئيسة لدرسنا ذكرنا في درسنا السابق عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة يمتلك الفلكيون اليوم أدوات للرصد كل أنواع الإشعاع الكهرومغناطيسي الآتية من الفضاء وتحليلها وتفسيرها بعد ذلك في عملية الربط من الحياة ذكرنا عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة بأنها تعتمد علوم الفلك والفضاء على المراقبة والملاحظة وقد ساعد استخدام جاليليو لأول تليسكوب على تحسن كبير في قدرتنا على مراقبة الكون كما تطورت التقنيات وتحسن الجودة البيانات مما أدى ذلك إلى نمو علم الفلك والفضاء بعد ذلك في التليسكوبات عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة ذكرنا بأنه يعد التليسكوب أداة رئيسة في استقبال الضوء المنبعث من الأجرام السماوية ثم تحليله باستخدام بعض الأجهزة المساعدة من الناحيتين الكمية والنوعية وذراسة توزيع الطاقة المنطلقة من تلك الأجرام عند الأطوال الموجية المختلفة وذكرنا بأن مهمة التليسكوب ليست بالدرجة الأولى تكبير الصورة فقط كما يظن البعض ولكن الوظيفة المهمة للتليسكوب تتلخص في القدرة على تجميع وتركيز الأشعة الصادرة من الأجرام البعيدة وتكوين صورة واضحة يمكن التعامل معها ذكرنا أيضا عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة بأنه بدأ استخدام التليسكوب في الأرصاد الفلكية مع بداية القرن السابع عشر بعد ذلك ذكرنا بأن في الحقيقة أن العين البشرية محدودة الإمكانيات للأسباب التالية حيث أنها لا تلطقت إلا نطاقا ضيقا من المجال المغناطيسي وهو المجال المرئي وكذلك ذكرنا بأنه بالرغم من أن فتحة عين تتسع في العتمة لتسمح بمرور أكبر كمية من الضوء ولكنه يبقى اتساعا محدودا بعد ذلك ذكرنا أيضا محدودية الصور المخزنة في الذاكرة وفقدان الصور لكثير من تفاصيلها مع مرور الأيام بعد ذلك تعرفنا على المهام للتليسكوب حيث ذكرنا في عملية جمع الضوء يساعدنا على ذلك اختبار الصورة المتكونة عند البؤرة وما نحتاجه لبناء تليسكوب هو عدسة أو مراية تسمى شيئية وهي التي تجمع الأشعة عند البؤرة وتوضع عدسة تسمى العينية خلف البؤرة لرؤية صورة الجسم أو توضع كاميرا عند البؤرة لالتقاط الصورة أو أن يوجه الضوء المتكون عند البؤرة إلى جهاز الطيفة بعد ذلك ذكرنا بأن كفاءة التليسكوب في تجميع الضوء تعتمد على مساحة الشيئية والمساحة تعتمد بدورها على مربع قطر الشيئية وهذا هو السبب في أن التليسكوب الأكبر أو التليسكوبات الأكبر هي الأفضل لأنها ستكون أقدر على تجميع كمية أكبر من الضوء أكثر من غيرها بعد ذلك تعرفنا على نوبللي الفيزياء حيث تمنح لمراصد ليغو أو حيث منحت أو تكلمنا بأنها تمنح لمراصد ليغو الفلكية والتي تتكون من مراصد ليغو في هانفورد بعد ذلك تعرفنا على قوة التفريق من مهام التليسكوبات وذكرنا بأنها هي القدرة على تفريق وتحليل صورة الأجسام البعيدة عن بعضها وتحدد بأقل زاوية بين نقطتين يمكن تفريقهما عن بعض بوضوح بعد ذلك تطرقنا إلى المهمة الأخرى للتليسكوبات وهي تكبير الصورة وذكرنا هذه المهمة تعتمد على البعد البؤري للشيئية والبعد البؤري للعينية في موضوعنا لهذا اليوم عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة أنواع التليسكوبات في البداية سؤالنا لهذا اليوم للتفكير عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة ما سبب الزيغ الكروي في تليسكوبات الضوء المرئي تعدد تليسكوبات الأدات الأساسية التي يستخدمها الفلكيون في رصد النجوم والأجرام في السماء وقد تطورت التليسكوبات كثيرا وتنوعت مما ساعد على رصد الأجرام البعيدة باستخدام نطاقات مختلفة من الطيف وتختلف التليسكوبات عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة تابعا لما تستقبله من أشعة فمنها ما يعمل في الضوء المرئي ومنها ما يعمل في مدى الأشعة الراديوية أو غير ذلك وفيما يلي نتكلم عن الأنواع المختلفة للتليسكوبات أولا عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة دعونا نتعرف على النوع الأول من التليسكوبات وهو تليسكوبات الضوء المرئي كانت تليسكوبات الضوء المرئي عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة أول أنواع التليسكوبات التي استخدمها الفلكيون من المعروف في علم الضوء أن شعاع الضوء يحدث له انعكاس في المرايا وانكسار في العدسات إذن تعرفنا على الانعكاس يكون في المرايا والانكسار يكون في العدسات وعلى هذا الأساس فإن تليسكوبات الضوء المرئي إما أن تكون عاكسة أي بمعنى تستخدم مرايا أو أن تكون كاسرة تستخدم العدسات في البداية دعونا نتعرف على التليسكوب الكاسر تستخدم فيه عدسة حيث ينكسر الضوء عند مروره من خلالها ونظرا لاختلاف معامل الانكسار بين مادة العدسة أي الزجاج والهواء وأول من استخدم هذا النوع من التليسكوبات العالم الفلكي جليل ويتكون في أبسط صورة من عدستين محدبتين إحداهما للشيئية والأخرى للعينية ويعتبر من المناظير الشائعة الاستعمال في صورته البسيطة التي من أشهرها الدرابي ومن أهم مزايا عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة عدم تأثر العدسة بمرور الزمن وكذلك سهولة صيانتها بتنظيفها بالكحول والماء المقطر ومن مزايا أيضا عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة أن موضع البؤرة لا يتغير بتغير درجة الحرارة وهي ميزة مهمة في الأرصاد المراد فيها الحصول على صورة دقيقة وقياس الفروق الطفيفة فيها ومع ذلك عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة فإنه غير شائع الاستعمال في الأرصاد الفلكية الحديثة ربما لعيوبه التالية إن العدسة ذات القطر الكبير تكون ثقيلة الوزن ويتركز سمكها في وسطها أما أطرافها فتكون أقل كثيرا في السمك وتحمل عادة من أطرافها مما قد يعرضها لبعض الإنحناءات وتغير الشكل تحت تأثير وزنها الكبير ولهذا السبب فإن أكبر منظار كاسر يبلغ قطر عدسته مئة واثنين سنتيمتر فقط في مرصد ياركس الشكل كما هو واضح معنا ستة ثلاثة صورة لمرصد ياركس وهذا المرصد عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة التابع لجامعة شيكاغو إن الزجاج المصنع للعدسة يجب أن يكون نقيا جدا سليما من الفقاعات والشوائب وتام التجانس وهذا يتطلب تقنية عالية في التصنيع مما يجعل سعرها باهظا أيضا غير منفذ لبعض الضوء عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة فالضوء المرئي يضعف بشكل قوي عند مروره من منتصف العدسة أي من خلال الوسط السميك من الزجاج أما الإشعاع فوق البنفسجي فيمتص أغلبه بزجاج العدسة وأهم عيوب التليسكوب الكاسر عزيزي الطالب هو الزيغ اللوني إذن ما هو الزيغ اللوني عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة وهو من العيوب المتعلقة بالعدسات عموما وتتلخص فكرتهم في أن الضوء الأبيض أي الضوء المركب عند مروره من خلال عدسة مفردة فإن الأطوال الموجية المختلفة المكونة للضوء الأبيض تنكسر بزوايا مختلفة ثم تجتمع في أماكن مختلفة بحيث أن بؤرة الأطوال الموجية القصيرة الأزرق تكون أقرب للعدسة بينما عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة بؤرة الأطوال الموجية الطويلة تكون بعيدة نسبيا عن العدسة وينشأ عن هذا العيب تكون أهداب ملونة في الصورة كما هو واضح معنا في الشكل سبعة ثلاثة الصورة سبعة ثلاثة صورة توضح الزيغ اللوني كما نلاحظ هنا هذه بالنسبة للألوان الواضحة معنا وكان هذا العيب عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة يقلل بتصنيع عدسة لها بؤري كبير وهذا يتطلب أن تكون أنبوبة المنظار طويلة وعليه يجب أن تكون قبة المرصد كبيرة لتتمكن من استيعاب المنظار وكمثال على ذلك تلسكوب مرصد ياركس الذي يبلغ طول أنبوبته حوالي 20 متر أما الآن فيصحح هذا العيب بإضافة عدسة أخرى ملاصقة للعدسة المفردة أي باستخدام عدسة مصنعة من جزئين مختلفين من الزجاج لكل منهما مع معامل إنكساء مختلف أحدهما عدسة مقاعرة أي بمعنى مفرقة لأضوء الساقط عليها أما في الأطوال الموجية القصيرة تتفرق مبتعدة عن العدسة أكثر من الأطوال الموجية الطويلة أيضا عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة وعند اختيار نوع الزجاج المصنع لكل عدسة بعناية فإن هذا اللعيب سيتلاشى تماما لطولين موجيين معينين ولكن لا يمكن جمع أكثر من لونين في بؤرة واحدة ولذلك فإن تصحيح الزيغ اللوني يجب أن يتم بحيث يتفق مع الغرض المستعمل لأجله المنظار فإن كان للتصوير الفوتوغرافي تصحح العدسة لللونين الأزرق والبنفسجي وهم الأكثر تأثيرا في الفيلم الفوتوغرافي وإن كان للرصد بالعين المجردة فتصحح العدسة لللونين الأصفر والأخضر وهما الأكثر تأثيرا في العين أيضا عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة الزيغ الكروي هو نوع من التشوه يحصل للصورة بسبب أن الأشعة النافذة من أطراف العدسة تكون بؤرتها قريبة من العدسة بعكس النافذة بالقرب من مركز العدسة كما هو واضح معنا في الشكل ثمانية ثلاثة الشكل ثمانية ثلاثة يوضح لنا صورة توضح الزيغ الكروي ويصحح هذا العيب بنفس الطريقة السابقة في تصحيح الزيغ اللون ولكن باختيار سطح تحدب مناسب للعدستين وهذا العيب لا تنفرد فيه العدسات فقط بل تشترك فيه المرايا الكروية المستخدمة في التلسكوبات العاكسة أيضا كما سيتم شرحه لاحقا بعد ذلك النوع الآخر التلسكوب العاكس في هذا النوع عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة اخترع التلسكوب العاكس أو اخترع التلسكوب العاكس للتخلص من الزيغ اللوني المتعلق بالعدسات وأول من استخدم هذا النوع التلسكوبات كان العالم إسحاق نيوتين وفيه تستخدم مرآة مقاررة حيث تنعكس الأشعة الساقطة عليه وتتجمع في البؤرة والتلسكوب العاكس بصورته هذا يسمى تلسكوب أول البؤرة حيث يتم رصد الجرم من هذه البؤرة ألف ويوجد عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة تصميمات عديدة لأتلسكوبات أو التلسكوب العاكس مثل التلسكوب النيوتين ويصمم بوضع مرآة ثانوية مستوية أمام البؤرة ومائلة بزاوية 45 درجة عن المحور البصري حيث تقطع مسار الأشعة المنعكسة من المرآة الرئيسة وتأكسها مرة أخرى خارج أنبوبة المنظار فتتجمع في بؤرة جانبي وهناك نوع يسمى أيضا تلسكوب كاسجرين وهنا توضع مرآة ثانوية محدبة بدلا من المرآة المستوية حيث تنعكس الأشعة إلى فتحة في مركز المرآة الرئيسة حيث توضع العدسة العينية خلف تلك المرآة وفي تلسكوب كودي عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة تستخدم أكثر من مرآة ثانوية لإخراج البؤرة في مكان مناسب وثابت خارج التلسكوب وذلك ليتمكن من وضع أي أجهزة خصوصا الثقيلة في مكان منفصل عن التلسكوب حتى لا تؤثر عليه بثقلها كما هو واضح معنا في الشكل تسعة ثلاثة أنواع التلسكوبات نلاحظ هنا تلسكوب كودي تلسكوب كاسجرين وتلسكوب نيوتوني البؤرة وتلسكوب أولي البؤرة المشكلة عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة التي تعاني منها التلسكوبات العاكسة هي الزيغ الكروي ويحدث عند استخدام مرآة كروية جزء من الكرة أو جزء من كرة فالأشعة المنعكسة من أطراف المرآة تجتمع في بؤرة أقرب للمرآة بينما الأشعة المنعكسة بالقرب من مركز المرآة تجتمع في بؤرة أبعد وبمعنى آخر إن للمرآة الكروية أكثر من بعد بؤر وهذا يسبب تشويها للصورة ويمكن أن يصحى هذا العيب عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة بالطريقة دعونا نتعرف سوية عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة على طرق التصحيح في الطريقة الأولى يجعل المرآة الرئيسة على شكل قطع مكافي فحينها تجتمع جميع الأشعة المنعكسة من كافة نقاط المرآة في نفس البؤرة ولكن المشكلة في أن هذا النوع من المرايا يسبب تشوها آخر يسمى الزيغ الهالي كما هو واضح معنا في الشكل عشر ثلاثة صورة توضح لنا الزيغ الهالي وفيه تظهر صورة الأجرام البعيدة عند مركز الرؤية فقط متطاولة وعلى شكل قطرة نلاحظ هنا ما بين هذا صورة ألف وصورة با أما الطريقة الثانية عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة باستخدام عدسة تصحيح توضع أمام المرآة الكروية الرئيسة وفي مقدمة المنظار هذه الطريقة تعطي كفاءة عالية ومجالات رؤية أكبر في السماء كما في تليسكوب إشميدت نسبة إلى مختارعه الذي وضع فكرته في الأقد الثالث من القرن المنصري وأكبر منظار من هذا النوع هو تليسكوب مرصد بالومار بمرآة كروية قطرها خمسة أمتار وعدسة تصحيح بقطر واحد فاصل اثنين متر عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة وأغلب التليسكوبات شيوعا هو النوع العاكس السبب في ذلك لأنه أقل تكلفة وأسهل في التصنيع فالمرايا أسهل في التصنيع من العجسات ومن مزاياها أيضا أن المرآة تحمل بكامل من الخلف وهذا يكسبها ثباكا ولا يعرضها للاهتزاز أو التشوه مهما كبر من حجم المرآة وتوجد ميزة مهمة أخرى عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة وهي أنه يمكن تصنيع مرآة ذات بعد بؤري قصير وهي أفضل وأسرع في عملية التصوير بالإضافة إلى أن أنبوب التليسكوب تكون قصيرة وهذا لا يتطلب قبة كبيرة المساحة وفي حالة المناظر المتنقلة يكون نقلها يسيرا كما أن أكبر التليسكوبات في العالم من النوع العاكس أيضا وقد حدث تطور كبير في صناعة التليسكوبات والأجهزة المساعدة حيث تتميز التليسكوبات الحديثة بصغر الحجم وأنها أكثر صلابة واستقرارا كما أنها أرخص ثمنا كما تم التعرف عزيزي الطالب عزيزتي الطالب على تقنية جديدة بحيث يتم في هذه الأيام إنتاج جيل جديد من التليسكوبات الضخمة والتي يكون لها عدة مزايا تعطي في النهاية كفاءة مرآة أكبر ويستخدم الفلكيون أجهزة أخرى مساعدة وذلك لرفع كفاءة التليسكوب ومنها كاميرا CCD وهي كما هو واضح معنا فيها الشكل 11-3 وكذلك الفلاتر الطيفية فيها الشكل 12-3 وأجهزة قياس الطيف وتحليله نلاحظ هنا الشكل 11-3 لوضح لنا CCD كاميرا مثبتة بإصطوانة فلاتر وهنا كذلك الفلاتر الطيفية في الشكل 12-3 وأجهزة قياس الطيف وتحليله نلاحظ هنا صورة لجرم السماوي بعد التقاطه بعدة نطاقات بواسطة الفلاتر الطيفية في تقويمنا الختام لهذا اليوم عزيزي الطالب عزيزي الطالب اختر الإجابة الصحيحة فيه ما يلي في المنظار النيوتوني تكون زاوية ميل المرأة الثانوية المستوى التي توضع أمام المرأة بزاوية 30 أم بزاوية 45 أم بزاوية 15 أم بزاوية 180 أحسنتم بارك الله فيكم بزاوية 45 السعار رقم 2 عزيزي الطالب عزيزتي الطالب اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي من أشهر مراصد المرايا المعتمدة منظار بالومار منظار كيك منظار هابل منظار ياريكس الجواب الصحيح أحسنتم بارك الله فيكم هو منظار كيك الخلاصة في أنواع التليسكوبات عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة تطرقنا إلى تليسكوبات الضوء المرئي ومن خلال التليسكوب أيضا الكاسر والتليسكوب العاكس شكرا لكم أعزائي الطالبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته